اشتركوا في القناة هي انطلاقا من التصريحات والقرارات الخاصة بدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة الماضية الخاصة مع عمل بعض المشاريع البحثية للطلاب جت لنا احنا كقناة مصر التعليمية الكثير والكثير من الحياة الاسئلة والاستفسرات كل الاباء والامهات واولياء الامور بيتسألوا عن كيفية تنفيذ وعمل هذه المشاريع البحثية كان لازم نحن نتضامن مع حضراتكم وندعم هذا الفكر ونتكلم عنه وعن طرق تنفيذها ايه هو الهدف منها ايه هي المهارات اللي ممكن يتعلمها الطالب كيفية البحث عن المعلومات كيفية تقديم هذا المشروع زي تم تقييمه في النهاية كل الاسئلة وكل الاستفسرات واكتر هنجاوب عليها والمراحل الخاصة بتنفيذ هذا المشروع من خلال اللقاءنا مع دفتنا النهاردة اللي مشرفانا استاذة رباب سينجر معلم اول كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاصلة على لقب سفير التغيير بادارة مصر الجديدة التعليمية مرحبا بك اهلا بك وشرفتين وخلينا النهاردة نتكلم نقول المشاريع البحثية المطلوبة من الطلاب جدية تنفيذها صعوبة تنفيذها فكرة تعليمها للطلاب بعد المهارات والاهداف منها هو طبعا احنا كلنا عارفين ان نظام التعليم كان سابقا او نظام التقييم سابقا كان عبارة عن امتحان الطالب بيجاوب عليه ويحصل على درجات ده كان بيتطلب الاتي ان الولاد بيحصلوا على المعلومة بيحفظوها بيخلوا الامتحان يعني يدخلوا ما كانش فيه ابتكار ما كانش فيه فهم ما كانش الطالب بياخد شغل ذاتي كان بيعتمد على الدروس خصوصية بيعتمد على ايا كان لكن هنا عندنا المشاريع باعة بتخلي الطالب احنا ما عندناش التقييم العادي اش حاجة اسمها درجات هو ليه معايير خاصة المشروع هيقدم بيها اذا انطبق عليه المعايير دي فهو حيقبل اذا لم تنطبق لا يقبل فما فيش التنافس بين الطلاب ان هو يحصل على الدرجة فيضطر ان هو يغش واضطر ان هو يحفظ والكلام ده فهنا الطالب هيتعلم بالمشاريع هيتعلم ازاي التعلم الجماعي او ازاي الشغل الجماعي بيكون ازاي يرتب افكاره ازاي يصغها سياغة مظبوطة ازاي يقدر يبحث على المعلومة ازاي يعرف يستخلص المعلومة اللي فعلا مطلوبة منه ويرتب الافكار بتاعته ترتيب منطقي ويثقها بصياغة كويسة فكل دي مهارات الطالب ما كانش بيتعلمها في التقييم التقليدي كان يدخل يحفظ ويحطه في الامتحان ايه صعبة بالنسبة لمرحلة يعني التعليم الابتدائي وبنقول عليهم صوارين شوية في الادراك في الوعي سنهم قد لا يعي فكرة عمل مشروعي يعني ايه البروجيكت بالنسبة له فهل فعلا الامر هيكون صعبة شوية بالنسبة لمرحلة الابتدائي بيننا الاعداد يكون اسهل اه هو احنا المشروع الدكتور طارق نزله اه فيه عندنا باينت معينة احنا عني مش عالية حتى لطلاب الصغيرين حيلاقوا المعلومة دي في وسط كتابهم يعني مناسبة جدا لسنهم حيقدروا يكتبوها يقدروا وهو مش مطلوب على فكرة اه علشان بس الناس ما تقلقش مش مطلوب تقييم المشروع في قيمة علمية هو مطلوب تقييمه هل الطالب على حسب سنه قدر يوصل للنقطة دي من خلال الكتب الدراسية بتاعته ولا لا طالما قدر يوصل لها هو ده المطلوب مش مطلوب ان احنا مش بنعمل دكتوراه اه وصياها بسيطة على قد سنه على قد ما تعلمها في اللغة العربية وتعلمها في بقية المواد مش مطلوب اكتر من كده فهو بيطلح من خلال كتب اللي مناسبة لسنه فان شاء الله ما تبقاش صعبة عليها نقطة يعني الانطلاق هي الفكرة والبحث عن فكرة هذا المشروع ازاي يتقدم بيها الطالب ازاي يبحث عنها هل دي من خلال مواقع الكترونية هل من خلال الكتب والجزء اللي هو تم درسته في الفترة الماضية هل دي ممكن تكون مساعدة معاونة الاب والام المدرس ممكن في المدرسة يساعد الطالب في انه يديره بعض الافكار ازاي نأتي بالفكرة هي الافكار محتوطة محتوطة في المشروع والدكتور طارق اطح لنا المكتبة الرقمية دي متاح عليها كل المصادر اللي انا اقدر احصل منها على النقاط دي عندي الكتب المدرسية ممكن فعلا استعين بمدرس لو انا في عندي نقطة صعبة مثلا عليا او حاسة انها مبهمة بالنسبالي ممكن اخذ استفسار من المدرسين بتوعي ان يسهلولي عملية البحث مش يدوني الاجابة يعني تسهيل عملية البحث يعني هنا نقدر نقول المدرس مفروض يتعامل مع الطالب كميسر او كموجه بس يعني ممكن يعني يرشدوا على النقطة اللي يبحث عنها بطريقة تانية او بسؤال يقوله طب دور في الكتاب الفلاني مش يقوله الايجابة يعني يقوله طب انا هبعط لك لينك مثلا هتلاقي الايجابة بتاعتك فبرضو الطالب هو اللي يشتغل يعني هنا المطلوب هنا الطالب هو اللي يشتغل وهو يدور بس المدرس ممكن يسر عليه مثلا عملية البحث وهو مش عارف يلاقي المعلومة فين بالضبط او مش لاقيها في المكتب الرقامي جميل واستاذ رباب اللي نقدر نقوله ونصنبطه طبعا من كلام حضرتك دلوقتي انه في المرحلة الماضية وسط هذه القرارات المختلطة اللي صدرت من وزير التربية والتعليم ووسط طبعا اجراءات الحظر مع تعطيل المدارس والجامعات المختلفة كان لازم يتم باتخاذ بعض يعني الاجراءات البديلة بعض البدائل الاوبشنز اللي ممكن الطلاب في مراحل التعليم المختلفة كان بيحدث كانوا من التسهيل عليهم علشان البعد عن المدرسة خالص ونلجأ لفكرة التعليم عن البعد كان لازم فكرة هذه المشاريع ان احنا نعملها طبعا بعض المدارس المصرية خلينا نتفق في هذا امر وليس في كل المدارس اتعاملت بفكرة المشروعات بس بشكل مصغر بالوقت بدأنا كلنا بقى يعني نصير في هذا النهج وفي هذا الاطار فهل فعلا فكرة تعميمها يعني في هذا الترمي او في هذا الفصل الدراسي ثم بعد ذلك بقى خلينا بقى المتفقلين اكتر ونفكر السنة الجاية انها ممكن تعلم اكتر في كل المدارس هل تتوقعي ذلك اتوقع يعني هو دكتور طارق فعلا قال في تصريحاته ان احنا دي هتبقى مرحلة بدائية بالنسبة لنا وتجربة علشان عايزين نمشي على كده بعدين يعني متوقع ان ده يبقى هو الخط السير بعد كده فهي على فكرة يعني التقييم الطالب من خلال البروجيكت بالطريقة دي يعني فعلا بيحد جدا اولا من موضوع الغش مفيش غش الطالب هنا مش بيتسابق مع زميله علشان يحصل على جردات ايه المهارات اللي ممكن يتعلمها يكتسبها الطالب لو رحده او ممتوبة ما سعده في هذا الموضوع حتى المدرس ايه المهارات الجديدة اللي ممكن يتعلمها مختلفة عن شكل التعليم المعتاد ما هي المهارات ان هو فعلا الولاد عندنا ما بيعرفوش يطلعوا المعلومة من الكتاب يعني ده يعني من المعاملة المباشرة بقى مع الطلبة ما بيعرفوش يطلعوا المعلومة من الكتاب بيبقى عايز حد يقول لهم السؤال ده اجابته كذا دي اجابتها كذا ما بيعرفوش ما بيعرفوش يقرب كتر المراتي بقى بقى هو ريسيرشر بقى بصدر هو الباحث هو المتحمل مسؤولية قراراته ومسؤولية نفسه وبعدين هو مش خايف على درجات هنا بدو الدكتور طاري قال مفيش درجات ده مش بدرجات فهو مش خايف على درجات فهو بيتسابق مع مين هو مش بيتسابق مع زماعيله يحصل على درجات كبيرة هو بيتسابق مع نفسه هو التحدي هنا التحدي مع نقاط المشروع ان هو يحصل على المعلومات دي ويحصل عليها بطريقة كويسة ويصدقها بصيغة كويسة هو ده التحدي مش التحدي بقى علشان الدرجات وحاجات كده فاضطر يغش ويطر يلجأ لحاجات تانية جميل استاذ رباب معاكي ومع اللاب او الكمبيوتر الخاص بيكي هتورينا دلوقتي بعض يعني الخطوات او الاجراءات الخاصة بالمشروع وعمل المشروع وخلينا برضو يعني لازال الحوار مستمر كل ما هيجد معانا يعني نقطة معانا ممكن نتكلم فيها نوضحها لأولياء الامور لان احنا النهاردة عايزين البرزنتيشن الصغيرة اللي موجودة معاكي النهاردة دي تكون مجرد هنت بسيط فرصة جميلة لكل الاهالي وأولياء الامور والطلاب في البيت ان هما يتعلموا ازاي يعملوا المشروع تفضلي احنا اول حاجة بداية الطالب عندنا هيدخل على موقع الوزارة اللي هو ده العنوان بتاعه www.moe.gov.eg ممكن يحصل من خلاله الموقع هيلائي لكل البروجيكت بتاعته المطلوبة لما بيفتح الموقع عندنا هو موقع وزارة التربية والتعليم حيلاقي في الجزء ده اهو مواضيع المشاريع وحيلاقي على فكرة عشان فيما بعد الولاد حيبقوا محتاجين الاكواد بتاعتهم من الوزارة حيلاقي برضو استعلام عن اكواد الطلاب طيب احنا النهاردة مهتمين بمواضيع المشاريع فهيدخل على المواضيع المشاريع البحثية بتاعته حيلاقي اهي كل حاجة يقدر يعرف عن مشروع المعايير ازاي المشروع بتاعته حيتقايم وكل الصفوف موجودة هي وكمان القوالب البحثية اللي هو حيصيغ فيها المشروع بتاعه فاول حاجة هيعملها ان هو طبعا هينزل هيتعرف عالمشاريع بتاعته هيقدر يعمل دونلود اهو من هنا ويقدر يعمل له برينت ايا كان الارشادات العامة اللي تحت دي مهمة جدا لانها بتفهمه هو مطلوب منه كم كلمة وطبعا كل مشروع يعني كل مشروع على حسب السن بتاعه يعني طالت ابتدائي هنا مطلوب منهم ملخص في عدد كلمات معين الموضوع ولو في حاجة باللغة الانجليزية برضو محددة في الجزئية دي وبتختلف طبعا طبعا ايه المرحلة العمرية خلاص هو كده عرف اختار المشروع من هنا هو بيختار المشروع بتاعه حدد المشروع الاول التاني التالت ناخد بالنا ان هو برضو هيختار القالب بتاعه يعني احنا عندنا هنا الاول الاعدادي عندنا قالب اول يعني ده خاص بالمشروع الاولاني تحميل القالب الاول والتاني والتالت وهكذا عندنا في الصفوف الابتدائية عندنا اربع مشاريع هنلاقي برضو كل واحد طب ايه الفرق بين القالب الاول والتحميل القالب الاول ده بيتم عرض شكل الطالب وبينزل على شكل pdf اما التحميل بينزله الولي وورد علشان اقدر الطالب بقى يقدر يغير يعني يكتب جواه ويتعامل معه فلو اخذنا احنا مثال من ثالثة ابتداء ان هو هيحمل القالب الرابع اللي هو خاص بمشروع الماء ليه الطالب هنا بقى بيتعرف على المعايير بتاع التقييم لازم يعرفها ويقرارها كويس علشان مش بعد ما يخلص المشروع بتاعه ويشتعل ويبزل من الجهد يكتشف ان هو ايه اخلب ببعض المعايير فهنا مش مطلوب من الطالب زي ما قلنا قيمة علمية ولكن مطلوب ان هو يكتب ينتقي عنوان كويس يكتب المشروع بتاعه ويبقى بطريقة منظمة تبقى كل النقاط اللي موجودة في المشروع كلها مستوفاء من خلال المنهج انا مش محتاجة ان انا يعني ارهق نفسي بان انا جيب من مراجع كتير بس المهم ان انا اوفيه كل النقاط المطلوبة في المشروع بتاعي ان هو يبقى ملتزم بعدد الكلمات ان هو يبقى شامل كل المحاور بتاعتنا ان انا اخد بالي بقى من القواعد النحوية ودي مهمة جدا للولاد كلهم بيغلطوا في السين والصاد والدال والطه الحاجات دي اخد بالي بقى منها خلينا اسألك انه كل يعني مشروع له قالب معين يعني عدد صفحات معينة في لغة مستخدمة صح؟ هو مفيش عدد صفحات واحنا هنا محددين بعدد الكلمات يعني ان ممكن لو حد بيكتبوا يادوي فممكن واحد خطه كبير خطه صغير فما عندناش مشكلة في ده وبالنسبة للغة عندنا المدارس اللغات مثل فرنساوي مثلا او انجليش كل المدارس دي اللي يحب يقدم مشروعه باللغة اللي بيدرس بيها ده ما فيش مشكلة عايز يقدم باللغة العربية برضو دي ترجع له يعني جميل والقالب معين ان هي بيدور في افكار معينة ان الوزارة حتى مجموعة من الاشتراطات او مجموعة من الافكار هي دي الطالب اللي بيبحث فيها او يدور في الفلك الخاص به القالب ده اللي هو التمبلت اللي هيصغ فيه المشروع اللي هو ترتيب ان هو يبدأ بالعنوان ويحط له بعد كده الملاخ الاهداف مثلا الفكرة العناصر وبعد كده المشروع بعد كده المراجع مهم جدا ان هو يبزل فهو متنظم بترتيب معين هو يلتزم بيه ويكتب ويملى فيه تمام نستكمل معاك فلو اخذنا هنا اهو ده مشروع مثلا الرابع للصف الثالث اللي ابتداه اهو احنا عندنا ناخد بالنا ده بالنسبة لكل المراحل يعني احنا حطين على الموقع بعض النماذج وبعض الامثلة اللي ممكن الطالب يرجع لها ويشوف معمولة ازاي ويسير على نفس الشكل تمام هو ده احدى المشروع المشروع المطروحة للصف الثالث هو عنده اربع مشاريع سياحة طاقة صحة ماء فاخترنا كنموذج نشتغل عليه اللي هو الماء وبرضو بقية الناس يعني بقية الولاد هيختاروا بنفس الطريقة هيختار الموضوع بتاعه ياخد بالون هنا ان عندنا في النقاط المشروع المطلوبة بنلاقي حاجات مكتوبة بالخط البولد اللي هو الخط التقيد ده معناه ان ده ان دي كلمة استرشادية او كلمة كيوردز اقدر استخدمها داخل موقع البحث اللي هو المكتبة الرقمية هكتبها حلقيها وهيطلع لي المواضيع بتاعتها طيب احنا هنا عندنا اهمية الماء سرشيد استهلاك الماء ومستطيل وكلمة الحفاظ على الماء كل دي ومحيط كلها كلمات السرشدية استعين بها اول حاجة الطالب هيعملها هنا ان هو هيدخل المكتبة الرقمية باللينك ده اللي هو بيضغط على زاكر الآن علشان يدخل المكتب انا بس عايزة انصح بقى الولاد الصغيرين بالذات لو هو فكر ياخد العنوان الكبير بتاع الماء اهمية كبيرة للكائنات الحية لو خاد العنوان الكبير ده يعني ممكن يتلغبت شوية لانه هو هيجيب له كل حاجة تتعلق بالماء كل حاجة تتعلق بالكائنات الحية ايا كانت يعني مفروض نحدد كيوردز معيامة تبقى على قدر الامكان تبقى اللي هي بالبولد والقادر الامكان الصغير لان هنا اهو فعلا لما كتبنا الكتير لان هنا حاجات كبيرة عن الكائنات الحية مالهاش علاقة بالماء فحنرجع نختار فعلا محور من المحور احسن نشتغل عليه اللي هو اهمية الماء هنا بيجيب لي كل حاجة تتعلق بالماء في كل المكتبة الرقمية يعني كل الحاجات اللي ليه بكل الاعمار طيب انا لسه انا تالت ابتدائي يعني انا صغير انا كل المعلومات دي كبيرة عن سيني فيبقى اول حاجة هنا احنا نعملها ان احنا نحدد الفئة العمرية بتاعتنا المرحلة العمرية عن طريق الجزء اللي على الجنب ده اختار منه ابتدائي تمام فيبقى انا كده صغرت وديقت دايرة البحث بتاعت حيطلع هنا كل حاجة فيها ماء خاصة بالمرحلة الابتدائية طيب برضو انا لسه صغير يعني دي ممكن حاجات برضو يفهمها سنة ستة انا ما فهمهاش اضيق كمان اصغر دايرة البحث بتاعتي واروح عند ثالثة ابتدائية لو ملقيتش هنا ثالثة ابتدائية عندنا هنا عرض المزيد فاقدر اضغط عليها اختار الصف الثالث كمان ممكن اختار الفصل الدراسي التاني على اساس ان احنا بنقول ان دا مشروع بيقيم الفصل الدراسي التاني فانا كمان بصغر دايرة البحث واحصرها فيما تم دراسته في الفصل الدراسي التاني انا هنا فعلا حصلت على الفئة العمرية بتاعتي ابتدائي صف الثالث الفصل الدراسي التاني دا مهم جدا لحتة دي خلص كده المواضيع هي بقيت متروحة قدامي هنا بقى الطالب مفيش حاجة اسمها انه هو يختار يختار موضوع معين لا ده كل المواضيع بقى اللي فيها ماء هو لازم يطلع عليها وهنا بقى فكرة البحث وهنا شغل الطالب انه هو يتفرج على كل الكلام ده ويفتحه ويستخلص منه المعلومة بورقة وقلم ويشوف اللي فعلا اللي مطلوب منه في النقطة دي ويبتدي يلخصه في ورقة فعندنا هنا اهو التفصيل يعني مثلا لو اختار الموضوع ده هي يظهر عنده هنا الصفحة دي هيختار ابدأ علشان يبتدي يطارد له الفيديو بتاعه بالشكل ده يقدر يعمل الفيديو ده دونلود يتفرج عليه يعني مش لازم يتفرج عليه اونلاين يعمله دونلود ويبقى متاح معايا في كل الوقت خلص ده يقدر يعمل فول سكرين اهو بالطريقة دي ده الفيديو حضرتك مثلا بيتكلم برضو عن الموضوع المية وتراية استخدامها وهكذا يعني فده برضو ممكن يفيده ان هو يتعرف على معلومات جديدة مش بس معلومات نظرية مكتوبة لكن حاجة قدامه يعني حواس بصرية برضو ما هي اه ما هي الفكرة فعلا من الفيديو ان هو حينمي عنده ان هو ازاي يسمع وازاي يطلع المعلومة من خلال السمع اه بلاس كمان ان هو الكلام اللي بيتقال هو مكتوب يعني مصاب كمان بالكتابة خلينا اشتألك عن الاليات العمل الجماعي وفايدة برضو العمل اه في جروب او في تيم في وسط الظروف يعني ايه الحالية هل فعلا دي متاحة من ضمن القرارات انه ما اشتغلش الطالب بشكل منفصل او بشكل الون ولكن ممكن ان هو يشتغل مع اصحابه دي هتكون فرصتها افضل بالنسبالكم اه هو لا هو متاح والحقيقة هو متاح ان هو يشتغل لوحده يعني هو متاح بس هي الفكرة في المجموعة ايه ان ان تبادل الافكار وتبادل الخبرات والمساعدة اه تبادل الخبرات يعني انا ممكن يعني استخلص من الفيديو ده حاجة معينة ما اخدش بالي من حاجة تاني لا زميلي ياخد باله اه بلاس ان انا هنا اه ان الطالب ما بيتعودش بيتعلم ان مش انا اللي اظهر ان مش انا بس اللي اشتغل لا بيتعلم ان احنا يعني لفظ احنا العمل التعاوني او الجمعي احنا كلنا عايزين نعمل عمل كويس مش انا بس اللي اعمل ويختصر الوقت كمان ويختصر الوقت اكيد طبعا البودة طبعا ان احنا هنعمله كل واحد فينا لان ممكن كل واحد ياخد جزئية مشغولية معينة فبالتالي كلنا هنسعد بعض في النهاية اكيد وبدل ممكن فيه طالب يكون ما عندهش انترنت عنده مشكلة في الكمبيوتر فيبقى معاه زميل من المجموعة اقسى عدد المفترض يشترك في المشروع يكون قدقين اه هو دكتور طارق اه قال من واحد لخمسة يعني دي تصريحات الوزير قال المشروع يشتغل فيه من واحد لخمسة وبيكتبوا طبعا اسمائهم بقى في النهاية ان ده الجروب او التيم اللي اشتغل فيه اه هو مش اسماء بقى يعني هما الشغالين هما بيتعاملوا بالكوتز دلوقتي اللي نازل من الوزارة علشان عملية التقييم هتبقى من خلال الاكواد الطلاب مش من خلال اسمائهم فهما بيسجلوا الاكواد بتاعتهم اه كمان هما لازم ياخدوا بالهم هنا وهما بيطلقوا المعلومة من المصدر لازم يبقى فعلا معهم الورع والقلم ويسجلوا ان المعلومة دي احنا جبناها من المكان الفلاني اه هيعرفوا المصدر بتاعهم منين من الباج بتاع الموجود عند المعلومة عند المصدر طب انا مش عارف ده بتاع ضر نهضة مصر ولا يعني ايه بالزبط لما بتفتحه بيجيب لي الاسم فلازم مهمة اوي ان انا ما انساش ان انا اسجل اه كل مصدر انا جبت منه المعلومة علشان اه علشان في الاخر لاني دي من ضمن المعايير التقييم ان انا لازم ابقى كاتب عند كل حاجة المصدر بتاعه طيب حيك وضحتي دلوقتي فيديو وقفنا عنده وقلنا برضو ان ده من المصادر الجميلة اللي عملية بقى يعني بتوضح برضو المعلومة ممكن يشوف فيه بعض المشاهدات بعض اللقطات بعض الحاجات اللي تخليه ان هو المعلومة ترتكز عنده اكتر في زهنه ايه تاني حضرتك من الخطوات اه هو خلص مثلا الفيديو ده اه هو عنده حاجات تانية هنا اه هو ممكن يستعرض اه اه يدخل على اللينك ذاتها صلة فهيلاقي هيستعرض فيديوهات تانية مواضيع تانية اه اه يقدر اه مش يقدر هو المفروض يتفرج عليها كلها طالما كلها تتعلق بالماء لازم يتفرج عليها كلها ويتباح اه ممكن هنا اهو يرجع بالطريقة دي والمصادر دي لازم يشوفها كلها كل ما يتعلق به علشان يطلع اه اه كل المطلوب هنا كل ده هو بيبحث في النقطة الاولانية بس اللي هي اهمية الماء لسه بقية النقاط يعني لسه بقية النقاط هيستعلم عنها بنفس الطريقة اه بس هنلاحظ هنا ان هنا مش كل مرة بقى هيكتب فوق اه اهمية يعني احنا هو كتب في السرش هنا فوق اهمية الماء فمش هيرجع يكتب ترشيد استهلاك الماء لان احنا قلنا المنطقة دي بيبحث في المكتبة ككل فهيضطر يرجع تاني يختار ابتدائي اه صف الثالث وهكذا فتوفيرا عليه احنا عندنا بيبقى هنا فوق هنا في سرش تاني مصاهر السرش ده بيسرش على الحاجات طبقا اللي انا تم اختياره يعني الكريتيريا اللي انا عملتها اه فمش هيدطر يعيد الخطوات فهيجيبي على طول النتاج فبعمل ده بالنسبة لبقية الحاجات اه طب نفرض ان الطالب ملاقاش لقى نقطة خصوصا دي هنلاقيها في اعدادي اه لقى نقطة مش مش مكتوب فيها كلمة بالبولت هل ده معناه ان هو مش موجودة في المكتبة الرقمية لا هنا هنا طالب الاعدادي بقى يعني مطلوب منه البحث الحر يعني انت بقى ابحث بطريقتك عن المعلومة دي بالشكل اللي انت تشوفه المهم ان انت تجيبها تبحث في الانترنت عمتا تبحث في المكتبة الرقمية تستعين بمدرس يعني هنا بس اهم حاجة المعلومة تجيبها تبقى مطابقة او يعني ملأمة اللي انت درسته في خلال المنهج الدراسي بتاعك تمام استاذ رباب يعني تسليم المشروع بيتنمس داي او الخطوات الخاصة بتسليم المشروع بيكتب بالكمبيوتر زي ما حيك قلت في بعض احيان بخط اليد زي يسليمه هل بتعمل بترفع يعني ابلود على الموقع بتاع الوزارة ولا ايمين اه هو اول حاجة احنا قلنا هو حينزلها تمبلت انا معي هنا معي هنا النموذج المشاريع للتمبلت ده الشكل النهائي اه ده شكل مثلا ده مثلا ده نموذج لربع ابتدائي اهو ده نزل وورد من موقع الوزارة عندنا اول حاجة اهو اه هيكتبها هيكتب عنوان الموضوع بالورد ويكتب الرقم التعريفي ده اللي هو الاكواد بتاع الطلبة المشاركين اه عندنا هنا ادي المقدمة وبيحدد لي ان هي اهي عدد الكلمات بعد كده ببتدي اكتب عناصر الموضوع من 200 ل 250 كلمة لو حبيت ان انا اضيف سور خلاص الطالب بيصيغ الكلام ده بالشكل ده ودي النتائج والمصادر بتاعتي كل الكلام ده انا بحفظه كورد بعمله سيف وبعدين بحوله البدي اف ان هو عن طريق سيف از اه فايل وسيف از واختار اه ممكن اوريها للمشاهدين اه اه قبل ما نوريها للمشاهدين في حاجة مهمة بقى للطلبة هنا بالنسبة للورد لان هو لو هيكتب بعربي ناخد بالنا من الحتة دي لو انا هكتب بعربي لازم احاول الالاين بتاعي من رايد وليفت علشان وهو بيكتب هو حيلاقي لما يحب يعمس الليك تحب يلغي حيلاقي الدنيا بتعاكس معي فلو انا بكتب عربي بس اعيد التخطيط ان هو يبقى من اليمين للشمال اه بعد ما بخلص ادي عندي فايل هنا اه اختار سيف از واجي عند المنطقة دي طبعا هنا حدي اسمي للبروجيكت بتاعي واختار من هنا pdf هو كده خلاص اتحول pdf وعمل له ايه سيف اه طيب انا ما عنديش كمبيوتر ومش هكتبه كمبيوتر اه اه حبعي الكلام ده على الورق بنفس التنصيق ده وابتدي هكتبه يدوي اه وبعد كده بتدي اخد له لقطات بالكاميرا اه ويتحول ويتحول لسوفتووير برضو يعني هتدخل على الورد بقى صور يعني انا كده مش محتاجة الكمبيوتر يبقى عندي في البيت انا محتاجة اوصل لجهاز كمبيوتر مرة واحدة بس امقل الصور بسرعة حطاه على الورد واحوله pdf وتمان يعني المهم انه هو يوصل للمدرسة software pdf والمدرسة هي اللي هتقوم برفع الحاجة على المنصة ادموده لو الطالب ما يعرفش هو عموما دكتور طارق ان شاء الله يوم الاتنين هيتكلم بشكل مفسر جدا عن وتفصيلي عن المنصة وكيفية التعامل معيها والمطلوب بالزبط منها لكن في وقت معين او متاح لتسليم يعني هذه المشروعات ولا يعني كل مادة لها يوم معين ولا بيرفع فيها الطالب مثلا هذا المشروع او يروح يسلمه في المدرسة زي ما قلتي ولا دي يعني ماشية ازاي الامتحاناته معروف ان كتليها اوقات معينة فبيلتزم بيها اه هو احنا عندنا هنا محدد 15 مايه يعني اخر موعد للتسليم 15 مايه فهو المفروض الطالب يحاول قبل كده في الفترة دي يكون انجز كل المشروعات حيك تسلم في نفس اليوم ولا برضو زي ما قلت لك كل لما يخلص مشروعه ما فيش مشكلة يرفعه او يقدمه لا هو مطلوب منه مشروع واحد وقت ما يخلصه لو انجزه في اسبوع يسلمه هو مشروع واحد لكل مواد يعني اه 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 يعني لا مش لكل مواد لكل مادة لا مش لكل مادة هو مشروع واحد المشروع ده اه في اه في مجموعة من النقط بتلف على كل المواد يعني هلاقي فيها جزء math اه حتة science اه جزء كده دراسات اللغة العربية طبعا اه شيء اساسي عشان التلقيق اللاقي والواعد النحوي اه يعني هو هو بيختار project واحد ولا حسب المحاول بتاعت بتخليه لف على كل المواد بتاعته بس فهو جميل طبعا فكرة انه في عندنا عمل جماعي عمل تعاوني او التعليم التعاوني وان احنا يعني بنقر بهذا اه هذه الاستراتيجية وان بندخلها دوقتي في المنظومة التعليمية اصبحت بتفرد نفسها خليني اتكلم معاكي برضو عن تقييم المشروع هيتم زي اسس تقييمه هل في خبران مختصين امتى نعرف النتيجة مثلا ان هذا المشروع كان الى حد ما الطالب تحصل فيه على درجة معينة او على الاقل اجاد في عمله يعني اه هو اللي هيقوم بالتقييم ان شاء الله هو المعلمين يعني بعد مما حيترفع على المنصة اللي هيعمل على تقييمه المعلمين بس مش يعني دي لسه برضو التفاصيل بتاعتها لسه غير معلازة حد لان اه بس يعني اللي واصل الى حد ما ان هي مش هتبقى يعني مش مدرسين المدرسة يعني انا مش هصحح لولادي مش في مدرسي انا هقيم مشاريع مدرس اخرى وكله هيبقى بالاكواد جميع انا مش هبقى عارفة اسم الطالب بس برضو كل ده يعني لسه هيتضح اكتر برضو الفترة اللي جاء في حالات كيسز ممكن تترفض او حالات رفضة ليه المشروع ويا ترى ايه اللي عمل مع الطالب دوت او مع مجموعة الطلبة اللي شاركه في المشروع اه هو طبعا الكيس الواضحة اللي هو التطابق يعني انا ما ينفعش اعمل مشروع اه حد تاني اه عمله يعني نظام بقى يعني مجموعتين اعمل بنفس المشروع في نفس الوقت اه نفس بس نفس السياغة يعني التطابق يعني هنا دلوقتي ما ينفعش ان حد بقى ييجي ودي نقطة مهمة جدا انا نفعش حد يجي يستغلني ويقولي ان هعملك المشروع لا انا كده بوقع نفسي في نقطة خطيرة جدا خليك معنا وهنتكلم عن ربط المشروع لكن معنا اتصال تليفوني من استاذة هيام ولية امر اهلا بيكي اهلا بحضرتك معنا ممكن بس توطي التلفزيون عشان انت رعافت تسمعينا ايوة ممكن نسمع بقى سؤال حضرتك استاذة هيام عايزين نسمع سؤال حضرتك ايوة انا سمعيك سؤالك احنا كمان ده نشكرك ان انت متابعانا ومشاهدين بالتابعي مستاذة هيام ليكي سؤال الجميل ده انا كنت اعيزة اعرف حاجات كيفية عن البعثة انا عمستطاعي القناة دي طيب ابنك او بنتك يا ريت لو برضو في مرحلة التعليم تتابع معنا عشان برضو تستفيد بالمعلومات دي وان شاء الله تعملوا بحث احسن او افضل ما يكون ان شاء الله يعني بازني لقد ممكن ادف في البحث واحط فيه مسلا الاولاد يحطوا الوان استخدموا الوان يعملوا مسلا اه باللقر لغيا ودخل في البحث اه مسلا بيتكلم عن السكان او عن البيئة اه يعني قصد تدين حاجة خرايا اعمل او كده اه اعمدة ودخل الوان في البحث تمام طيب خليكي معانا واحنا برضو يعني ان شاء الله هنجاوب على سؤال بفترك قليك سؤال تاني حضرتك اللي بتكلم منتابعة الغربية تمام مدرسة التنبار اعدادية وابتدائية تمام انت بسألي عن الوان واستخدامها في المشروعات هل ممكن ولا لا تمام شكرا اللي حضرتك شكرا شكرا بجيك نرجع مرة تانية بقى نقول حياة كل يعني زي ما نقولتلك في بداية اللقاء دايما الاباء والامهات حرسين اكتر من الاولاد نفسهم على ان البحث يطلع يعني بيرفكت فخلييني نقول الالوان واستخدامها هي بتقول لو في خرايط لو في حاجات زي كده هل الصور دي والحاجات الملونة دي ممكن نستخدامها عادي؟ اه طبعا مفيش مشكلة لو هي طالما هي بتخدم النقطة اللي هو بيكلم بيبحث فيها ده مفيش مشكلة وطبعا الالوان ده من ده من التنصيق بتاع المشروع ومن ضمن المعايير اللي هي كيفية الصياغة وكيفية كتابة المشروع فمفيش مشكلة ابدا ده بالعكس اعتقد ان ده هيبقى حاجة كويسة ان هو يعمل العنوان باللون بشكل كويس طريقة التقديم دي حلوة جدا طبعا ولو في حاجات زي جرافيكس او دايجرام او حاجات معينة ممكن برضو يستخدمها حياتك عارفة الشارت دي والحاجات دي اصلا بتبقى ملونة ما بتبقاش لو في زي مثلا خريطة لو في حاجات صور زي كده ممكن برضو؟ اي حاجة طالما هي في نطاق نقطة البحث مفيش مشكلة يحط الاي حاجة تخدم النقطة البحثية بتاعته فيش اي مشكلة خالص وهيبقى على فكرة في الجزء بتاع الماس معظم المشاريع المطلوب مطلوب فيها الجزء بتاع الماس ان هو يعمل تشارت ويعمل حاجات زي كده برضو بتختلف من سنة لسنة يعني بس في بعضهم طالب فعلا هو يعمل رسم بياني لعلاقة معينة جميل كنا وقفنا عند السؤال الخاص برفض بقى المشروع وحضرتك كنت بتكلمني عنه اه فبنقول ان هو يعني يريد ما نخليش حد ان هو فعلا يستغلنا الفترة دي ويقول انا هقدم لك المشروع ويدفع كذا وهكتبه لك لان هو بيعمل كده معي وبيعمل كده مع غيري فهنا هيحصل تطابق للمشاريع فكده انا كده انا ضيعت ابني طبعا فاحنا بنأكد ان المشروع ما هواش اه لا يقيم على القيمة العلمية الفضيعة لجواه ولكن يقيم على طريقة البحث انا عرفت اوصل للمعلومة وانا معرفتش خليجي معانا النهاردة فيه اتصالات تلفونية وده من حسن حظك الحقيقة انا فيه مشاهدة متابعة لحلقة النهاردة يمكن هنكررها تاني استاذة رندا من القاهرة اللي هو مساء الخير مساء النور زي حضرتك ازي اتفندي بعملها بشكركم على التقديم الجميل ده وان انتو بتقدمونا حاجة فعلا احنا كلنا كاولياء امور تيجين فيها حكي انا عمل تاني وتالت والله ان شاء الله طالما ان الموضوع يستحق يعني ان شاء الله وبشكر جدا الاستاذة رباط على الشرح الجميل الوافي بس ليه يعتب عليك شوية بعد اذنك يعني اتفضلي اه معلش ممكن بس تدي للضيفة اه مساحة اكبر لان حضرتك في وقت كده بتتكلم وببعض اسمع واكتب وراها وتروح لحضرتك بقى ايه مرة واحدة كده قطع عليها طبع لسي يعني هنشرح لكم المشروع اكتر وهنزيدها اه 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 ياريف تشرح المشروع اكتر ولو في حلقات تانية تابعها خلاص يعني انتو سوال تانية لحضرتك نرسي على ذوقه جدا شكرا انت اسلام يا رب طيب ولانا استاذ رباط في لسه يعني جزء حابة تتكلم يعني اه احنا ممكن نسترجع كده بسرعة فعلا المشروع مرة تانية نقول بسرعة كده بالنسبة ناخد مثال كده سريع للاعدادي ميش اه مثلا هنا مثلا المشروع الاولاني للصف الثاني الاعدادي عندهم تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية اه برضو عندهم هنا الكيورز اه هي الموجات الصوتية المحاصيل الزراعية وتحت هنا موارد وصروات الوطن العربي هو كده تأكد ان التلات معلومات دول شور موجودين في المكتبة الرقمية الحاجات التانية زي ما قلنا ده هيبقى بحث حر يقدر يستعين بيبقى اي مصدر يحبه اه اه دخل الوقت الطلاب دخلت الموقع العادي زي الطريقة الاولانية study.akb.eg كتب في السرش العام الموجات الصوتية عمل سرش اه قلنا هيجيب له كل البحث في كل المصادر في كل الاعمار اه اه في المنطقة دي كلها فاحنا بنقول انه هو دف دف تاني عدادي فحنقرب السرش بتاعنا هيختار اهو من الجنب ده هيختار المرخلة الاعدادي ندور عليها اهي اعدادي وبعد كده يدور على الصف الثاني الاعدادي بنفس الطريقة ويدور على الفصل الدراسي التاني خلاص هو كده وصل فعلا للمنطقة البحث بتاعته اللي تناسب عمره واللي فيها المواد الدراسية بتاعته صح اه هيجي الموجات الصوتية بيبحث عنها اهجي المواضيع بتاعتنا هيجي يفتحها بنفس الطريقة زي ما عملنا مع ابتدائي يطلع عليها كلها يستخرج منها النقط اللي هو اه مطلوبة منه في البحث او اه اللي حاسس ان هي هتبدي عمقا للبحث بتاعه ما فيش مشكلة طالما هي في خلال المنهج بتاعه اه خلص النقطة دي اهو زي ما اتفقنا ان في عندي سرش هنا بقى في الجنب انا مش هكتف فوق وادخل تاني الخطوات دي كلها السرش ده الصغير ده يكتب فيه المحاصيل الزراعية المحاصيل الزراعية دور عليها فين في اعدادي صف التاني فصل دراسي التاني جابت كل المصادر اهي كلها محاصيل الزراعية وهكذا كمان بالنسبة لموارد وصروات الوطن العربي يكتبها اهيه جابت كل التفاصيل يطلع على كل المصادر يستخرج المعلومات اه اه بالتفاصيل ويسقها بعض ياهر فيسم معها زماية جميل اه طبعا احنا بنحاول يعني زي ما حضرتك وانت بتشرحي دلوقتي نسأل بعض الاسئلة اللي بتارد الينا او حتى بيفكر فيها اولياء الامور فعايزين نعرف من حضرتك دلوقتي قلت الحالات الخاصة برفض هذا يعني المشروع والتعامل معاها وان شاء الله ما يحصلش هذا الامر ولكن خلينا نتكلم عن الطالب هيستفيد ايه من طريقة التقييم الجديدة دي او الاسلوب الغير متكر ده او الاسلوب الغير تقريدي من هو عمل بحث وقدمه هيستفيد منه ايه في عملية التقييم او طريقة التقييم اه انا شايفة صراحة مجيت نظر انا بقى ان انا كده ان انا بعلم الطالب ان هو ما يغشش ها يعني لان دي فعلا دي كانت حاجة سيئة جدا اه وكانت يعني اه تقريبا ده كان الحاجة الاساسية اللي الولاد ماشيين عليها ان هو بيذاكر اه مذاكرة عادية جدا ويحفظ اللي يحفظه واللي ما يحفظش طب انا هغشه بقى في الامتحان فهنا يعني احنا هنا بجد حاربنا نقطة الغش اه اه علمنا الطالب التعاون ازاي تعاون مع زميله اه علمته ازاي يفتح كتاب يفتح مصدر يتفرج على فيديو يطلع منه اللي هو عايزه مفيش مجال الغش مفيش مجال ان انا اخلي حد يغششني خلاص انا مضطر ان انا اجز الجهد انا مضطر ان انا اللي اتعلم ان انا اللي افهم مش مستني حد يفهمني لا انا مضطر كده افتح الفيديو اسمعه مرة اتنين تلاتة طب انا عايز اوصل لايه طب انا عايز دي تفيدني يعني دي انا شايفها ان هو يتعلم البحث الصح دي حاجة كويسة جدا سألتك معظم الاسئلة اللي ممكن زي ما قلنا بتدور في الطلاب معانا اتصال تليفوني سلام عليكم عليكم السلامة شرف اسم حضرتك اه مادام سلوة اهلا بيك يا مادام سلوة اهلا بحضرتك بتتكلمني لمحافظة ايه من القاهرة اهلا بيكي معانا الله يخليكي طبعا انا مبسوطة جدا من الحديث وفعلا متابعين مبادري والحقيقة فعلا ان هو افادني كتير وافاد الولاد لانه بالفعل حلوة قوي واستفدت جدا من طريقة البحث بتاع الاستاذة وليلي انت اولادك في مرحلة تعليم ايه عندي خمسة ابتدائي وعندي تاني عددي يزا انت محتاجة البحث جدا ومحتاجة تعرف الخطوات الخاصة بيه اه بأكيد سؤالك عن ايه اه يعني بس كنت حبة اعرف اللي هم الطلبة بالنسبة للغات او المدازل الخاصة اه وانا يعني اه مكنش في حدا يعني محددة قوي ان انا لازم اعمل بحث بالانجليزي او بالعربي فانا كنت حبة بس اتاكد من المعلومة دي هل لازم اعمله بالانجليزي كله ولا ممكن اشتغل بالعربي واستخدم مثلا في بعض المواد بس زي الماس والساينس اللغة الانجليزية طيب انت بدأت الخطوات فعلا بدأتوا في البحث واحنا فعلا بس بدأنا نجمع المعلومات فقط تمام انتوا محتاجين الارشادات اللي احنا بنعملها دلوقتي وازاي ان احنا نطبق بقى الخطوات عملي اه طبعا ياريت وياريت بقى الاستاذة تود علينا لان طبعا نستفيد ان شاء الله خلاص تبقينا باذن الله و هنجاوب عليكي و هنخصص اكيد حلقات الفترة القادمة طالما ان في نسبة مشاهدة و كل الناس حابين يعرفوا معلومات جديدة عن المشروعات لسه معاك و الحد يوم 15 مايو ان شاء الله شكرا لك ان شاء الله شكرا شكرا واحك باشكر استاذة رباب لدي فعلا استفدنا جدا منها شكرا للقناة شكرا لحك هتوادينا بلقاءات اكيد تاني صح كده الموضوع لسه منتصل اكيد طيب قوليلي فعلا اللغة انا سألتك عليها في بداية اللقاء ويمكن هي فات المشاهدة خلينا نقولها تاني احنا قلنا ان يعني عادي الطالب ممكن يختار اللغة اللي هي اريح له وشايف ان هي ابسط له في التعبير عارف ان هو يعبر باللغة العربية افضل مافيش مشكلة حاسس ان الانجليش والفرنسوي مثلا اقرب لي للتعبير عادي مافيش مشكلة يكتبوا باللغة اللي هو يدرس بيها او اللي هو يحبها ممكن يبقى درس فرنسوي بس عايز يكتبه بالعربي عادي برضو مفيش مشكلة جميل كنا سنحك عن طريقة التقييم قلنا يستفيد منها ايه الطالب بقى لشكل جديد قلت لي اول حاجة ان هو مش هيغش هيبعد تماما عنها غش والتعاون ان هم يدعون مع زميل وبعدين تنظيم العمل بقى يعني هنا الطالب هنا انا مش عايزة لطلاب يلخموا نفسهم كده بكل المطلوب في البحث لا يعني هم اول حاجة يعملوها يختاروا بعد بعد ما يختاروا بعد يختاروا المشروع اللي هيشتغلوا فيه بدقة ويحسوا ان النقط دي هم اقدر ان هم يبحثوا فيها اكتر استقروا على المشروع يبتدوا يوزعوا العمل بينهم طب انت هتدور على كذا انا هتدور على كذا انت هتبقى مسؤول ان انت تجمع مننا وتحط في القالب وتجيب السور يبتدوا ينظموا العمل بالشكل اللي هم شايفينه وبعدين يبتدوا بقى كل واحد يبحث في النقطة بتاعته بدقة يعني خلاص ميت لخمش بقى بشغل زميله ويراجعوا على بعض المدارس ممكن يساعد او يعاون الطالب في المشروع ولا الى حد ما جهد فردي او ذاتي ملوش علاقة بيه تماما اه لا هو المدرس هنا يعني زي ما قلنا ميسر يعني ممكن الطالب يحتار في حاجة يعني يحتار في حاجة يبقى عايز مثلا رأي المدرس مفيش مشكلة كرأي يعني المدرس هنا رأي استرشادي ماشي انه هو يجيب له المعلومة يقدر يتوصل مع المدرس او زي ما انا شوفنا ان فيه بعض الحاجات مثلا اه اه ملهاش كيورز على المكتبة الرقمية فهما بيبحثوا في مجالات اخرى بيبحثوا في يعني بحث حر فممكن يتحيروا فممكن يسترشدوا بالمدرس في حاجة زي كده ميسر اه رأي تدخله في البحث او المساعدة في البحث حدود معينة لكن اه ما ينفعش انه هو يقوم بعمل البحث او كتابة البحث او حتى انه هو يدهوله احنا نسمع اليومان دول عن حاجات كثيرة جدا منها بيع وشراء هذي الابحاث او حتى ان المدرس هو اللي قام بعمله يعني ها كلام ده بيدايقنا جدا بيدايق اولياء الامور لانك انت ابنك هو اللي في النهاية هيكون الخسراء الناس يكون متأكد من ده يعني هو دلوقتي مفيش مدارس مفيش فترة يعني تعليم ولكن احنا بنعلمك طرق او قطر جديدة ممكن فعلا تساعد وتعاون ابنك فاريت ان انت يعني ما تسلقش المسلك ده او ما تمشيش في سكة فعلا المدرس مجرد ميسر ميسر ومرشد بعدين الدكتور طاري قال حاجة مهمة جدا قال ان البحث اللي حنستشعر منه ان هو مش كتابة الطالب ومش سياغة الطالب حيترفض فدي برضو انا ما خليش حد اكبر من سن ابني يصغلي لا يعني يعني هما لازم يطمنوا ان البحث هيقيم بناء على سن الطالب وعلى النقطة دي الطالب يتكلم فيها ولا لا طب سياغته زريفة ومستخدم يعني لغة عربية كويسة ولا مستخدم كلمات عمية ركيكة بس ده ممكن ما يأثرش في رفض ممكن يقلل في قمة التقييم بس في النهاية انا هاخد قبول عام او رفض مطلق يعني ففيه هيبقى فيه واحد ممتاز فيه جيد جدا بس ده لا يعلن هو كله بالنسبة للوزارة بالنسبة المقبول مفيش حاجة هيبقى فالطالب ما يتصارعش احنا مش عايزين يبقى كيه تصارع اه ان انا ابقى ممتاق يعني اه احنا لازم نبذل لازم يبذل كل جهده طبعا في النهاية بس اه مش حنحارب ان احنا نخلي الكبار هما اللي يعملوا لنا الشغل ده او نخلي حد اه متخصص هو اللي يعمله لنا عشان نطلع بيرفكت لا ده انت مش مطلوب منك ان انت تطلع بيرفكت انت مطلوب منك ان انت تعمل حاجة في سنك بصي يعني استاذ رباب ممكن نقولها بشكل تاني وبصيغة تانية الهدف الهدف انه يعمل البحث قد يخطئ فيه قد ممكن انه هو يغلط يعمل غلطات مش مشكلة او الامتحان انا مدخل الامتحان بذاكر المادة بعمل اللي عليها بجينيس ائلة صعبة ما مقدرش ان انا حلها بغلط فيها فاذا برضو هو يعني هذا المشروع شكل برضو من اشكال الامتحان فخلي ابنك هو اللي يعمل اللود الاكبر خليه هو اللي يعمل المجهود الاكبر حتى لو غلط مفيش مشكلة السنة دي هيعمل بنسبة 20-30% ده للوزارة عامزان بعد جدا السنة الجاية ممكن لما يطلب بحث هيبقى بقى شاطر وبقى بيرفكت يعمل 50% صح؟ اعتقد ان هو ده المنهج او ده السيق اللي انتوا عايزينه لكن انا مش عايز ان يتقدمني البحث المدرس ان ما يشوف يقول عشرة العشرة مش ده المطلوب بالزبط بالزبط هو بطلوب ان الطالب يطلع بكما حاجة حاجة الاولانية ان هو يعرف يعمل سيرش يعرف يعمل بحث ويطلع معلومة صح سواء من فيديو سواء من كتاب سواء من اي حاجة ان هو ازاي يعرف يطلع المعلومة وان هو يقرأ وذلك المعلومة اللي هنقول دي يقراها ونجيبها من اكتر من مصدر وممكن يعمل كمبيرو مكرنة بينهم وممكن كمان يسبت المعلومة زي اللي همهما بيحفظها ويفهمها من كتاب الوزارة عايزينه برضو ان هو يجيبها من النتوس هو اللي تعب بقى المراضي وهو اللي جابها اه بالزبط بالزبط وان هو بقى ان هو طب خلاص عارف المعلومة طب انا ازاي هعبر عنها هكتبها ازاي واكتبها بشكل كويس ازاي دي كلها مهارات ما كانتش بتتاخد خالص نهائي في التقييم التقليدي لان اتجاه الوزارة الفترة دي ومن الفترة السابقة ان هي عايز المدرس وهي من زمان دكتور طارق عامل مشروع المعلمون اولا وكان البنك المعرفة وتدريبات التراقي كل ده كان بيحدث ان المدرس دوره ينخصر في ان هو ميسر ميسر وليس ملقن للطالب لكن ممكن في ظلم الامتحانات التقليدية ده ما عرفش ينزل على ارض الواقع فبنك المعرفة كان اساسه ان الطالب هو اللي يدخل ويتعلم وهو اللي يعمل السيرش وهو اللي يسمع وهو اللي يفهم ولو في حاجة وقفت منه يرجع للمدارس خازيني يقول معلومة مهمة جدا والستاذ رواب دلوقتي ان الاولياء الامور والطالب نفس وانت في بيتك وانت بتلزم بيتك وقاعد يعني على كرسيك عندك طرق مختلفة جدا للتعرف على المشروعات عندك دكتور طارق شوقي الوزير والتصريحات اللي بتتقال كل يوم الحقيقة مفيش اسبوع بيعدي الا وفي تصريحات جديدة بشأن المشروعات بشأن المنصة التعليمية عندنا المدارس ممكن نرجع لها عندنا المدرسين ممكن نرجع لهم عندنا زي حضرتك يعني من خلال الوسائل الاعلامية والدور اللي بتقوم بيه فكل دي اعتقد حضرتك اكدي عليها بقى علشان نفتم هذا اللي فوق اه هو فعلا في الموضوع احنا معاكم مش هنسيبكم اهم حاجة بسعيدك تقولي حكايتي اه يعني فعلا هي اهم حاجة ان احنا نسيب ولادنا اه ما نقلقش خالص اه ما نخليش حد فعلا ان هو اه يتاجر بموضوع المشروع الموضوع افسط مما يكل ما يقلقوش خالص اه سيبوهم يبتكروا واسيبوهم يندمجوا وينطلقوا ما فيش خوف اه مع الصغيرين بس شوية اللي هما تالتة ورابعة ممكن بس نحاول نساعدهم ان هما يوصلوا للمعلومة اللي هي بالشكل ده يوصلوا كده وينسيبهم بقى اقول له افتح اللينك ده وتفرج وشوف وافتح ده وتفرج واسيبو واسيبو هو يشتغل وموضوع المنصة محدش يفكر في دلوقتي خالص ولا رفع المشاريع محدش يقلق منها خالص نستنى تصريحات القادمة ان شاء الله كل اسبوع اكيد بتأتينا تصريحات يعني اسهل وابسط من اللي بعدها من اللي قبلها انا سعيدة جدا موجود حضرتك معانا واكيد ممكن يبقى لينا لقاءات تاني قريبة كلما يستجد في الامور جديد اشكرك يا استاذ رباب والنهاردة كنت ضيفة جميلة وضحت المعلومات بشكل جميل ومبسط شكرا لك شكرا لحد اعزائنا المشاهدين حتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث التعالمية شكرا لكم